كثيرة هي الدراسات التي تربط بين الرجيم والتوتر الحالة المزاجية أو العصبية الزايدة كما ربطتها بعض الدراسات الأخرى بالاكتئاب فما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة العصبية؟ هل هي متعلقة بنوع الحمية الغذائية المتبعة؟ أم لنقص العناصر الأساسية بالجسم؟ عشان نتكلم أكثر وبتفاصيل في الموضوع هذا رحب معاكم مشاهدينا بالأستاذة صفية الشطي خصائية تغذية صبحت شاء الله بالخير لين صبحت شاء الله بالنور شخ بارت الحمد لله الله يسلمك أستاذة صفية دائما نسمع في ناس تقولت أنا أول ما أبلش الرجيم أعصاب التلفانة بزيادة يعني أعصب أكون قلق متوتر وفي البعض مثل ما قلنا في التقرير يدش في حالة تكتئاب هل أهم فعلا مرتبطين الحالة المزاجية في الحمية الغذائية؟ طبعا أول شيء الأكل يأثر بوايد أشياء بالجسم بس اليوم احنا بنتحدش عن علاقة الأكل بالنفسية أو الحالة العصبية للناس أين الرجيم القاسي إذا سونا الرجيم قاسي رح يصير عندي نقص في وايد عناصر غذائية مهمة للإنسان فرح يصير عندي يتأثر على الحالة العصبية والنفسية ممكن يأثر على الحالة المزاجية يصير عندي اضطرابات بالنوم يؤدي إلى اكتئاب وهم ممكن يأثر على الوظائف السلوكية للشخص نفسه ولازم أعرف أن الأكل أو أي نوع أكل أكله سواء أكل صحي أو أكل مو صحي رح يأثر على تركيب وظائف الدماغ سواء شكل إيجابي أو سلبي على حسب أنا شنو قاعدة أكل فالشذير رح يأدي إلى مزاجية وانفعالية على حسب إذا عندي نقص ولا ما عندي نقص في العناصر الغذائية مثل فيتامين المعادن الأساسية الأحماض الأمينية الأساسية في الجسم وأغلب ما نشوف الناس اللي يسوون الرجيم يكونون همهم الشاغل متى أبي أنزل وزن يعني عايشين بسترس أني أبي أنزل وزن كثر ما أقدر فهذا بروحه يعني ضغط نفسي عليهم وبعض مرات يصعدون على الميزان وهم يمسوين دايت بعد سبوع أو سبوعين يشوفون أنه ما نزلوا وايد فيتحبطون زيادة وزيادة أنا حارم نفسي أو السيناريو المحبط الأكثر في البعض لما يصعد على الميزان يطلع زايد فهذا يعني التدبير للنفسية بصراحة عشان تزيد هذه النفسية فكل هذه الأشياء والعوامل تؤدي إلى أن الواحد ينفعل ويعصب ويأثر على مزاجه نحن خلنا نعطيها ولا نبسطها لسادة المشاهدين هل في أطعمة معينة أو أكلات ضرورية تحرصين سادة صفية بخصوص أن أنت إخصائية في هذا المجال أن تكون موجودة في الوجبة اليومية بحيث أن يسوي هالاعتدال في المزاج أو أن يجنبنا هالخلل في المزاج طبعا أول شيء نظام الغذائي لازم يكون شامل يحتوي على كل شيء يعني التنويع 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 مهم يعني كل يوم أتريق نفس الريوق ومو كل يوم أكل نفس السناك مو كل يوم بس دياي 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 على الغداء مثلا فاهم عليه لازم أنوع الأكل سبحان الله كل أكله أو كل خضرة أو كل نوع من الفاكهة في معدن أو نوع من أنواع الفايتامين فأنا لما أنوع أكلي أحرص على أني أدخل معادن وايد أحرص أني أدخل فيتامينات أحماض أمينية أساسية ما أحصل عليها إلا بس من طريق الأكل فجذي هذه الفايتامينات والمعادن الدش في الصحة العقلية وبناء النواقل العصبية والإشارات العصبية هذه التي تعطيني السعادة والتي تحسسني بالمزاج والروآن على قولته في خطأ شائع يمكن أغلبنا لابد أنه وقعنا فيه اللي هو في بعض المرات أشوف صديقتي بنت خالتي أحد قريب مني سوى رجيم راح أقصائي تغذية سوى رجيم وشفت بينت النتيجة على هالشخص أقول لها أعطيني الرجيم وأنا أقلت بالضبط الرجيم اللي اتبعتها مثلا صديقتي ولا أحد من أهلي هذا صح؟ وهل في نظرية أو هل هو صحيح أن لكل جسم نظام أو حمية غذائية خاصة فيه؟ صح هو يعتمد في أشياء نعتمد عليها أول شيء العمر كل عمر لسعرات حرارية معينة الوزن والطول نعتمد عليه عساس أحسب معدل السعرات الحرارية اللي يحتاجها الشخص مثلا زميلة اللي اخذيت منها يمكن أكثر مني بوايد فاهمة عليه أطول مني فاهمة عليه تفرك الطول بالقسط؟ أطول إيه لأن كل هذا يتوزع على السعرات الحرارية اللي الجسم يحتاجها للعمليات الأيض للعمليات الحلوية النوم الهضم التفكير كل هذه الأشياء السعرات معينة الجسم يحتاجها بيومه إذا أخذيت من زميلتي مثلا رجيمها على سعراتها أنا يمكن أحتاج أكثر منها احتياج اليوم يمكن أنا رياضية هنا ما تتوي رياضة احتياج مثلا اللي بيمشي أو بيسوي تمرير رياضي يحتاج من السعرات أكثر من الشخص العادي فاهمة عليه يحتاج أكل زيادة لأنه قاعد يبذل جهد زيادة فما نصححنا الناس تاخذ من بعض لأن كل شخص على حسب حالته التغذوية وحالته المرضية فاهمة عليه يمكن أنا عندي مشاكل بالمعدة ما أقدر أكل وأشرب بنفس الوقت فاهمة عليه لازم آكل بعدين أشرب أو أشرب بعدين آكل فاهمة عليه فما أقدر أقلد رجيم زملائي يعني هل استاذة صفية إذا الشخص تبع حمية غذائية اللي هو الرجيم وشاف أنه مزاجه أو حالته النفسية بدأت تتغير صار أكثر عصبية مال إلى جانب الاكتئاب أكثر صار متوتر وقلق هل هذا مؤشر للشخص أنه فيه مشكلة صحية قاعد يواجهها أو فيه شيء غلط بالرجيم نفسه هو ما أحتمد بس على الرجيم أوكي يمكن الشخص عنده مشكلة طبية تشخيص طبي أو يعاني مثلا من قولون أو شيء شذي ممكن يعاني من مشاكل أسرية ضغط في العمل ورجيم فكل هذه الأشياء ممكن تأثر أو تسبب لمشكلة صحية في المستقبل ممكن مرات يعانون من الإمساك تكرمين الإمساك المزمن يسبب بعض العصبية والنرفزة حق الشخص فممكن يؤدي إلى مشاكل صحية أو يكون عنده مشكلة صحية أقصد أن يكون مثلا الرجيم أو هذه الحمية الغذائية أي هي اللي قاعد تسبب له ممكن يعتمد إذا ما قاعد يشرب ماي وايد إذا فيه نقص في فيتامينات معينة مثلا فيتامين بي ون مهم لصحة الدماغ هو اللي يعطيني الإدراك واللي أكون واعية وخاصة في المرضى كبار الرسين يعني نحرص لنا ندخل فيتامين بي ون اللي موجود بالألبان باللحوم فهم عليه فاللي ما يشرب لبن أو ألبان واللحوم راح يكون عنده نقص في فيتامين بي ون عندي فيتامين بي سيكس بعد عندنا موجود يقوي الذاكرة يساعد على تقوية الذاكرة كلما تقدمنا بالعمر يخفف من اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء فوايد يعدل الحالة المزاجية هذا إذا ربطنا الفيتامينات بالمزاج أو الأعصاب عندنا الفيتامين سي بعد ضروري جدا حق وايد أشياء بالجسم منه يساعد على امتصاص الحديد منه للأعصاب كل خلية عصبية أو كل عصب من أعصاب الدماغ النهاية مالة العصب يتخزن فيها فيتامين سي فإذا أنا ما قاعد أخذ فيتامين سي فاهم علي فرح يأثر على الإدراك والحس فيتامين دي بعد وايد اللي يسون رجيم يصير فيهم نقص فيتامين دي أو إذا ما يتعرضون للشمس طبعا مصدر رئيسي لفيتامين دي الشمس إذا ما يتعرضون للشمس فرح يصير عندنا نقص فيتامين دي وايد يلعب دور في الجسم بشكل عام خاصة حق ينتج لي مادة السيروتونين اللي هي مسؤولة عن السعادة وتعطيني شعور بالسعادة بس في سؤال سادة صفية البعض اللي ما يقدر يسد نقص الفيتامين سي يلجأ إلى الفوار اللي ينحط في كوب الماء قلت ما يخالف أنا بالأسبوع على أقل أخذ لي مثل قرص واحد من فوار فيتامين سي هذا يعني لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة إذا الشخص أكل زين يأكل شيء فيه فيتامين سي الفلفل البارد برتقال الحوامض على قولتهم لا يحتاج مكمل غذائي لكن إذا ماشي على الدايت قاسي لا يوجد فواكه لا يعتمد على نوع الرجيم اللي هو قاعد يمشي عليه يقدر يلجأ للمكملات أو السبليمت وعلى طاري هالنوعية من الدايت اللي بعض الناس اللي حين قاعد يلجأوا له هو قاعد صارت هبة في فترة من الفترات اللي يكون الدايت معتمد على نوع واحد تاكلينه طول اليوم وبعدين كل يوم مثلا اليوم يكون كل تفاح باتر بسموز اللي عقبة بس جبن ومن الأسبوع اللي عقبة لأ شوية دوش شوية بروتين مثلا أوكي أخذ لك ديايا هذا وتنزل في ناس تنزل ويخسرون وزن يعني يعني كلوات معقولة فهذا صحي أن ممكن الشخص يلجأ له في فترة قصيرة عشان ينزل وزنه بشكل سريع إذا فترة قصيرة أسبوع ممكن بس يعتمد على الحالة الصحية للشخص فهم عليه يكون يعني حالته زينة ومتعافي تحاليله زينة ما عنده نقص من أي مشاكل بالعناصر الغذائية بس ما ما ننصح فيه ليش لأنه رح يكون فيه نقص في عناصر غذائية ومثل ما قلتش نقص في عناصر غذائية يعني رح يأثر لي على وظائف المخ وتركيب المخ ففهم عليه فمثلا الرجيم أتكنز اللي ما فيه كربوهايدرات أوكي اللي يمشون على النظام أتكنز ما فيه كرب كله بروتين صح إذا قلنا الكربوهايدرات رح أنزل وائد وزن رح ينزل وزني بس هذا يؤدي إلى اضطرابات في النفسية ومزاج انفعالات ليش؟ لأن المخ يحتاج غلوكوز والغلوكوز ما أأخذها إلا من الكربوهايدرات اللي هو عيش خبز ماكرونة بطاط أوكي الغلوكوز شي سوي مهم جدا للدماغ ما تشوفين مرات لما نصوم فترة أحس بصداع من آكل شي الصداع يروح هذا الغلوكوز صداع اليوع الدماغ يحتاج للغلوكوز ومن الغلوكوز يتصنع عندي مادة السيروتونين ومنها فيتامين D بعد يعطيني إياها هذه المادة هي اللي تعطيني الإحساس بالسعادة مثلا هي المسؤولة عن السعادة فكربوهايدرات في الأكل يعني فيه سعادة البروتين اللي هو أاتكنز دايت اللي فيه بروتين وفات ما يعطيني هذا الإحساس فاهموا عليه فعشان شذي لازم أكون أأخذ كمية معينة من الكربوهايدرات أأكلها بيوميا بحيث إذا زادت عن الحاجة الطبيعية راح يزيد الوزن وإذا قلت عن الحاجة الطبيعية راح تسبب لي مشاكل في الأعصاب أو الديمار وبما أن أنت ذكرت واحد من أنواع الرجيم الحين يمكن الدرج اللي يلجؤوا للبعض لخسارة الوزن بشكل سريع شو ما أحدث أنواع الحميات الغذائية اللي موجودة الحين وأنت تشوفينها مناسبة للأغلب لأغلب الشريحة اللي ما يعانوا طبعا أكيد من مشاكل صحية أو أمور ممكن تشكل خطر عليهم إذا تبعوا هذه الحميات هو شوفه إذا الشخص يحافظ على نزول وزنه لازم يكون فيه تنويع مثل ما قلت لك ويحرص على المجامع الغذائية كله يعني المجموعة الحليب ما أحب الحليب أبد لبلبن ما أحب اللبن أبد لبروب يعني هذه بدائلة نقدر يعني وائد مراجعين في العبين فيها مشوية وائد مراجعين يقولون أنا ما أشرب حليب ما أحب الحليب فنحاول نشوف لهم بدائل ثانية للحليب فلازم أحرص على التنويع مثل ما قلت لك ما أحرم نفسي أوكي آكل باعتدال بس أن الطبخ لازم يكون صحي هذا يعني من الشروط الرجيم لازم الطبخ يكون فيه صحي يقول لي باكل من طبخ البيت بشبوس دي آي أو بس عادي مقلي عادي في دهن بس بقلل كمية شذين ما كوا فايدة ممكن يكون فايدة حق اللي متعود على كميات وايد ويقللها راح ينزل الوزن بس إذا بمشي على نمط إحنا نفضل أمشي على نمط حياة صحي مدى الحياة أغير عاداتي الغذائية عشان مو بس فجأة أو فترة سنة مثلا أضعف فيها وبعدين خلاص يرد الوزن يزيد مرة ثانية يرد حق عاداتي الغذائية الخطر أو أعيش في هذا التقلب اللي مثل ما تفضلت أضعف مثلا عشان فترة والله صيف بعدين أرد أكسب نفس الوزن بعدين أرد مرة ثانية أخسرة يعني أعيش في هذه الدوامة الدوامة دائما وإحنا دائما أكيد سلاصفية ننصح وأكيد بتعاونكم معنا أن الحياة الصحية اللي يكون كلها صحي وعدات غذائية تناسب وتلائم الجسم المرأة دائما نشوفها هي تميل أكثر لعمل الرجيم وانتباع الحميات الغذائية هل تفرق معاك إذا كان اللي ياخذ بنصيحتك ويشاورش في موضوع الحمية الغذائية رجل أم امرأة يعني يفرق رجيم إذا تعطينا حق رجل عن رجيم المرأة بحكم أكيد الهرمونات هو يفرق من شخص لشخص أصلا وهم من مرأة لريال دائما سعرات المرأة أقل من سعرات الرجل اللي نعطيها وسعرات رياية اللي تكون أكثر لأنه شوية جسمهم فيها كلما كانت الكتلة العضلية بالشخص عالية كلما زادت سعرات الحرارية يعتمد على الشخص مثلا متعود يمشي كل يوم نصف ساعة غير لما المرأة تقول لي أغلب الحريم يقولون أبي دايت بدون رياضة بدون رياضة فراح أقل سعرات وائد عشان باعتمد بس على الدايت فاهم عليه فيعتمد على هو الشخص يحب وقته والله فيه الناس دوام وشفتات ما يقول له تعشها ساعة ثمان أو سبع فاهم عليه راح يبلش يومه يمكن تسعب الليل فكل دايت يعتمد على هذا بس المرهم هرموناتها تلعب وائد مشاكل عندنا بالغدة تصيب النساء خاصة بعد الحمل والولادة ممكن يحوشهم السكر النوع الثاني بعد الحمل والولادة فمشاكل هرمونات وائد عند المرأة فلازم أقلل السعرات عند المرأة أكثر من نعم يعني نشكرت ساذة صفية على هذه المعلومات ومثل ما تفضلتين بالنهاية أنت تطمحون لأن الشخص يتبع حياة صحية متكاملة ما يستغني عن عنصر غذائي واحد ويعوضه فيه أشياء ثانية عشان بس يتجنب تأثير الرجيم على حالة النفسية سواء كانت توتر أو عصبية أو مزاجية فكل الشكل لتشة ساذة صفية الشطي أخصائية تغذية أتمنى أن نشاهدها في اللقاءات إن شاء الله